مارس كولر في الوقت الحالي بيستلم بشكل دوري تقرير طبي عن حالة علي معلول الكلام حتى هذه اللحظة انه علي معلول مش يلحق المباريات القليلة القادمة بس الراجل مصر ان علي معلول يلحق كأس العالم للأندية وطلب من الجهاز الطبي سرعة سرعة التعامل مع حالة علي معلول عشان يكون جاهز في كأس العالم للأندية الراجل يعاني من إصابة في العضلة الخلفية وهو عايز علي يبقى جاهز في كأس العالم للأندية بالمناسبة علي معلول واحدة من أهم أهم مكاسب النادي الأهلي خلال المباريات الأخيرة بما فيها النتائج السلبية ونتائج الإيجابية هو كريم الدبيس الأهلي كسب ظهير أيصر أتصور في رأيي إنه هيبقى واحد من أهم اللاعبين في مركزه خلال السنوات القادمة وأتمنى وعايز ونفسي النادي الأهلي يفكر هو جهازه الفني أو كان من النادي الأهلي كمؤسسة والجهاز الفني بالتأكيد إنه ليه لأ ليه لعبين شباب ما يخدوش ويتقلقوا ويبدعوا مش لازم طول الوقتكم بتشتري مش لازم يعني الكلام دايما هسو الأهلي بيفكر في فتوح حلو طبعا فتوح عظيم الأهلي بيفكر في محمد حمد يا سلام جميل عظيم اثنين العيمة دوليين كبار الأهلي عايز يجيب محترف في المركز ده من برة جميل كله راقة بس ما عندك هو كان عندك كريمة دبيس وكان قابلها عندك محمد أشرف ورقفة خليل كان بيلعبها عندك ومواهب فياخده كريمة دبيس خدت طراريا بسببت علي معلول وأثبت مكانه وبالمناسبة منفعش وانت تفرج على المباراة تقول بس كريمة دبيس نقصه دي بقى اللي كان بيعملها علي معلول طبيعي هيبقى نقصه حاجات بالمقارنة بعلي معلول فرق السن فرق خبرات فرق ممارسة فرق إنجازات فرق حاجة كتيرة قوي مشاركات كثيرة فاللي هو انت بتقيس بايه بتقيس بالإمكانيات كريمة دبيس آه إمكانياته هتجيبه آه ممكن يوصل لعلي معلول بعد فترة وبعد سنوات وبعد ممارسة وبعد مباريات وبعد احتجاكات حاجة كتيرة قوي معلي معلول هو صغير ما كانش كده علي معلول لو هو دلوقتي أكيد يعني تحسنت الأمور بالخبرات